إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملاً لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان حديثنا في موضوع الإمامة والمجتمع الإنساني وقلنا في هذا الحديث أن الإمامة قد تتحد مع النبوة فيكون الإمام نبياً في الوقت نفسه كما أنها قد تفترق عن النبوة وهذا الموضوع انتقلنا فيه إلى الرسالة الخاتمة حيث أن الرسالة الخاتمة كما نعرف هي رسالة لا نبوة بعدها كما نص على ذلك القرآن الكريم والحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله فالسؤال هنا هو أن الإمامة هل تستمر في الرسالة الخاتمة أو أنها تتوقف بخاتمية هذه الرسالة ذكرنا بأن الرسالة الإسلامية إنما تتوقف فيها النبوة ولا يوجد فيها نبوة تابعة مع أهميتها لأنها كانت قد توفرت فيها صفة كمال الرسالة وتوفرت فيها أيضاً صفة حفظ هذه الرسالة من خلال حفظ القرآن الكريم في مضمونها ومحتوىها كما توفرت فيها في هذه الرسالة الإسلامية كمال الإنساني في الإدراك والفهم للحياة والمعرفة للحقائق الكونية على ما شرحناه سابقاً لكن من رغم من كل ذلك قلنا أنه من اللازم أن تستمر الإمامة في الرسالة الخاتمة أيضاً وذلك لعدة أمور تفرض هذه الضرورة الأمر الأول الذي ذكرناه هو وجود ظاهرة الإختلاف في المجتمع الإنساني كظاهرة ثابتة في طول التاريخ وهذا الإختلاف أحد أبعاده هو الإختلاف في العبادة وفي تشخيص المثل الأعلى الذي يتخذ الإنسان كقدوة في مسيرته وحياته إلى هنا انتهينا في الحديث هنا لا بد أن نضيف من أجل توضيح هذه الفكرة إلى أن الرسالات الإلهية ومنها الرسالة الخاتمة تتحمل مسؤوليات ومهمات أساسية وكبيرة كما تشير الآية الكريمة التي ذكرتها في بداية الحديث هو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حيث تشير هذه الآية الكريمة إلى مهمات ثلاث تتحملها الرسالة الأولى من هذه المهمات هو تلاوة الآيات والذي يعبر عنه أحياناً في القرآن الكريم بالبلاغ وما على الرسول إلا البلاغ تلاوة الآيات وبيانها وإلقاؤها الذي هو عبارة عن إبلاغها هذا مهم من مهمات الرسول والتي تتحملها الرسالة والمهمة الثانية التي تشيرها الآية الكريمة هو التسكية والتطهير وهي مهمة تشير إليها أيضاً آيات عديدة في القرآن الكريم حتى في ما يتعلق بالعبادة القرآن الكريم عندما يتحدث عن الصلاة يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا نوع من أنواع التسكية وعندما يتحدث القرآن الكريم عن الزكاة يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن فهذه الصدقة هي عبارة عن عملية تسكية وتطهير لهذه الجماعة إذن هذه مهمة أيضاً من المهمات الأساسية والرئيسية التي تتحملها الرسالة والمهمة الثالثة التي تشيرها الآية الكريمة هي مهمة التعليم تعليم الكتاب وتعليم الحكمة على ما تذكر هذه الآيات الكريمة إذن فالرسالات الإلهية تتحمل مسؤوليات عديدة يطول شرحها وبيانها وليس هو موضوع بحثنا ولكن المهم أن نشير إلى وجود هذه المسؤوليات في هذه المسؤوليات إذا أردنا أن نجمعها يمكن أن نجمعها في أمرين رئيسيين أحدهما هو البلاغ والإنذار والتبشير كما تشير بعض الآيات الكريمة من قبيل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين هذا الإنذار، التبشير، الإبلاغ للرسالة، البيان والتعليم لها كله يمكن أن يدخل في هذا الخط وهو خط بلاغ الرسالة وبيان تفاصيلها والخط الثاني الذي يجمع كل هذه المهمات هو خط الحل الإختلاف ومواجهة ظاهرة الإختلافات الموجودة في المجتمعات الإنسانية إذن هذه مهمة من مهمات الرسالة وهذه الظاهرة كما ذكرنا في البحث السابق هي ظاهرة ثابتة لا يمكن أن يتخلى عنها أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية أو أي دور من أدوار هذه المجتمعات الإنسانية إذن فهي حاجة من الحاجات الثابتة في حياة الإنسان كما أن الإنسان في حاجات ثابتة من قبيل الأكل والشرب ومن ثم في الشريعة لا بد أن ترى العلاج لهذه الحاجات كذلك ظاهرة الإختلاف كحالة اجتماعية تعتبر أيضا من الظواهر الثابتة في المجتمع الإنساني ولا بد للرسالة من أن تعالج هذه الظاهرة وقلنا أن هذه الظاهرة لها نوعان وبعدان وهناك قسمان من الاختلاف القسم الأول هو الاختلاف في العبادة أي في المثل الأعلى الذي شرحناه في الدرس السابق وفي البحث السابق وهذا الاختلاف يحتاج إلى معالجة من الرسالة الإسلامية والرسالة الخاتمة هذا الاختلاف على مستوى بيان المفاهيم ذات العلاقة بتشخيص حل هذا الاختلاف يمكن أن تحل من خلال المضمون الكامل للرسالة التي جاء به النبي صلى الله عليه وآله والرسالة كما قلنا هي رسالة كاملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذن فهذه الرسالة من حيث كمالها يمكن أن تحل هذا الاختلاف من الجانب المفاهيم لهذا الاختلاف لكن في الاختلاف في العبادة يوجد جانب آخر وهو الجانب العملي والسلوكي والحالة الواقعية التي يواجهه الإنسان في حركته في المجتمعات الإنسانية والتي أشرنا إلى بعض مظاهرها من قبيل اختلاف الإنسان في اتخاذ القوم أو العشيرة مثلا أعلى أو اختلاف الإنسان في اتخاذ بعض القوى المؤثرة في هذا الكون كمثل أعلى أو اتخاذ القوى بصورة عامة بعض الناس يرى القوى هي المثال الأعلى الذي يجب أن يتخذه معبودا يتعبد به ويتحرك من أجل الوصول إليه ولذلك كانوا بعض الناس يجمع الأموال ويجمع ويكثر الأولاد لأن مظاهر القوى إنما هي في الأموال والأولاد وهكذا بعض الناس مثلا يرى كما قلنا أن المثل الأعلى له هو المصالح الخاصة المنفع الخاصة أو بعض الناس يرى أن المثل الأعلى هي هذه الشهوات وهذه اللذات وهذه الميول والغرائز الذي يعبر أنهى القرآن الكريم بالهوى هذا هو المثل الأعلى الذي يتخذ الإنسان هذا النوع من الاختلاف هذا ليس اختلافا مفاهيميا وإنما هو اختلاف على مستوى الواقع الخارجي ومثل هذا الاختلاف لا يمكن أن يحل في فترة زمنية محدودة كالفترة الزمنية التي يعيشها النبي بطبيعة أوقاته وزمانه وعمره الطبيعي الذي يعيشه الإنسان فالنبي صلى الله عليه وآله حتى لو طال عمره كما طال العمر بنوح عليه السلام لا يمكن أن يحل هذا الاختلاف في فترة زمنية محدودة هي زمن عمر الرسالة إذن فالرسالة تحتاج أولا إلى حل هذه الظاهرة وهي ظاهرة ثابتة في الحياة الإنسانية وثانيا أن عمر النبي الذي يأتي بالرسالة هو عمر محدود وهذا النوع من الاختلاف لا يمكن أن يحل عن طريق المفاهيم وبيان الأفكار والرؤى والتصورات والحقائق على المستوى العقيد والفكري بل لا بد هذا النوع من الاختلاف من وجود قائد يقود الحركة الاجتماعية لحل هذا الاختلاف أي وجود قائد يمكن أن يقوم بمهمة كسر القيود التي وضعها الإنسان على نفسه وفكره وسلوكه أو تحطيم الطغاة الذين يهيمنون على المجتمعات البشرية ويتخذهم الإنسان مثالا له ويتخذهم آلهة يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم أيضا يشير إلى هذه المهمة بصورة خاصة فيما يتعلق بمهمات الرسالة الإسلامية عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إذن فالنبي أحد مهماته التي هي مهمات الإمامة هو أن يكسر هذه القيود ويضع هذه الأغلال والإصر الأغلال الثقيلة التي هي موجودة على عاتق هؤلاء الناش كما أن من مهمته أن يأمرهم بالمعروف أن ينهاهم عن المنكر أن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إذن فمهمة إزالة هذه الآلهة المصطنعة إزالة هؤلاء الطواغيت الذين يهيموا المجتمعات الإنسانية تكسير هذه القيود التي تمثل الأغلال في حركة المجتمع الإنساني هذه المهمة تحتاج إلى قائد يقود هذه المسيرة وهذا القائد لا بد أن يكون معصوماً من الذنب معصوماً من الخطأ معصوماً من الانحراف يعني قائد يكون بمستوى الرسالة في مضمونها وبمستوى الرسالة في سلوكها وإرادتها وعزمها وتصميمها حتى يكون قادراً على التغيير الاجتماعي وتحرير المجتمع الإنساني من هذه القيود وإيجاد حالة الوحدة في هذا المجتمع الإنساني وهذا القائد لا بد أن يكون معصوماً كما قلت حتى يكون قادراً على إنجاز هذه المهمة ومثل هذا القائد هو الإمام يعني الإمام والإمامة تمثل مصداق لهذه الحاجة الإنسانية وهي حاجة معالجة ومواجهة الاختلاف على مستوى العبادة لكن هذا الاختلاف لا على مستوى المفاهيم وإعطاء المفاهيم بل مواجهة الاختلاف على مستوى العبادة من ناحية العملية والتطبيقية والسلوكية كظاهرة اجتماعية قائمة في حركة الإنسان السياسية ومثل هذا لا بد له من إمام ومن هنا نقول بضرورة وجود الإمامة لأن هذه الإمامة تمثل في الحقيقة إحدى المهمات الرئيسية الملقاة على آتق الرسالة وهي مهمة مواجهة الاختلاف على مستوى العبادة وخلاصة الكلام أن الاختلاف ظاهرة إنسانية ومن هذا الاختلاف هو الاختلاف على مستوى العبادة وهذا الاختلاف على مستوى العبادة مواجهته من مهمات الرسالة وهذه المواجهة لا يمكن أن تتم بمجرد بيان المفاهيم والأفكار والمضمون الرسالي وتشريع الأحكام وإبلاغها ولا يمكن أيضا هذه المواجهة أن تتم في العمر المحدود الذي يعيشه النبي إذن فلابد من وجود استمرار ومواصلة لأداء هذه المهمة وهذا الاستمرار وهذه المواصلة إنما يمكن أن يكون من خلال الإمامة وهذا النوع من الاختلاف من العبادة قلت هو مظاهره عبادة القوة عبادة الشهوة عبادة الطغاة عبادة القوم وما يشبه ذلك من عبادات ولا يمكن أن يعالج هذا الأمر إلا قائد يكون بمستوى الرسالة وأعلى من التأثر بهذا النوع من الانحرافات أو أن يكون مقيدا ومغلولا بهذا النوع من القيود والأغلال هذا هو أحد الجوانب الذي يفسر لنا ضرورة الإمامة بعد الرسالة الخاتمة وسوف نشير إن شاء الله في الحادث الآتية إلى الأبعاد والجوانب الأخرى التي تؤكد هذه الضرورة ونكتفي بهذا القدر من الحديث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبيين إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور ترجمة نانسي قنقر